بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك قال الإمام الصادق عليه السلام اجتمع قوم يذكرون الله إلا وبدل الله سيئاتهم إلى حسنات ليس فقط أن يغفر الله سبحانه وتعالى جميع سيئاتك بل يحول هذه السيئات إلى حسنات ومن أفضل الأذكار في ذكر الله عز وجل هو قول لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مؤمن يقول لا إله إلا الله إلا محت ما في صحيفته من سيئات مرة واحدة تقول لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى يمحو بفضل هذه الكلمة لا إله إلا الله جميع ما في صحيفتك من سيئات وبمجرد أنك ذكرت الله سبحانه وتعالى يبدل هذه السيئات إلى حسنات هذا ما ورد في كتابي ثواب الأعمال لشيخ الصدوق رضوان الله عليه فقل وأكثر في هذه الليلة من قول لا إله إلا الله كي يبدل الله سبحانه وتعالى جميع سيئاتك إلى حسنات ويمحو جميع السيئات من صحيفتك وترجع صحيفتك بيضاء لا ذنب فيها قول لا إله إلا الله برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام